موسيقى مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مانسية الزراع المليون الحقيقة في أحداث كتير حصلت هذا الأسبوع في القطاع الزراعي خاصة فيما يتعلق بالتغيرات المناخية والأحوال الجوية لكن قبل ما نتكلم في موضوع الحلقة هذا الأسبوع كان أسبوع محزن وصعب على الكثير من العاملين في القطاع الزراعي بسبب وفاة الصديق العزيز المهندس إيهاب خليفة استشاري زراعة العنب وهو الحقيقة صديق عزيز للبرنامج وكان ضيف ضاحك ومكتسم دايما في البرنامج وكان بيضيف البهجة على كل أحبابه وأصدقائه وزملائه وكل الناس اللي بتتعامل معه في قطاع الزراعي المهندس إيهاب الحقيقة على مدار الأهم الفاتح كان بيعاني بسبب فيروس كورونا المستجد هذا الفيروس اللعين اللي بيخطف كل يوم صديق من أصدقائنا أو قريب لنا وندعو الله عز وجل أن يتقبله إن شاء الله من الشهداء وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته وكمان أن يصبر أهله وزويه وأسرته وكل أصدقائه وأحبابه وده بيدعونا أن احنا لازم ناخد بنا من فيروس كورونا المستجد لازم ناخد كل الإجراءات الاحترازية خاصة في ظل وجود موجة تانية من الفيروس لازم كل الناس تلتزم بارتداء الكمامات لازم تلتزم بالتباعد الاجتماعي محدش ينزل من البيت إلا للضرورات ما نركبش فيه أو ما نتزحمش فيه الأماكن الموجودة فيه وسائل النقل العام لازم كلنا نلتزم خلال الفترة اللي جاية بكافة الإجراءات الاحترازية علشان ما نصحاش على فقط حد عزيز علينا ونكرر نعينا مرتين لمهندس يهاب خليفة وإن شاء الله ربنا يتقبلوا من الشهداء معنا في حلقتنا النهاردة هنتكلم عن موضوع المهم جدا وهو التغيرات المناخية والتقلمات الجوية اللي احنا شايفينها خلال الأيام اللي فاتت وتأثرها على المزارعين وهنوجه بعض النصائح العامة ومعنا الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز المناخ في وزارة الزراعة وستصلاح الأراضي وهو أستاذ التغيرات المناخية دكتور محمد زي حضرتك أهلا بيك دكتور محمد الحقيقة يعني حالة التقس دي لها تأثير كبير على المزارعين عاوزنا أعرف من حضرتك حالة التقس خلال اليومين اللي جايين خلال الأسبوع اللي هيبدأ معنا جمعة سبت لحد آخر الأسبوع وبعض النصائح للمزارعين لمواجهة هذا التقس بسم الله الرحمن الرحيم بشكر حضرت جدا أستاذ شعبان على تحت الفرصة أنا بس أبدأ بتعازية خالص تعازية للمهندس فقدان المهندس إهاد خليفة وخالص عزائل الأسرة والأصدقاء والأصحاب والزملاء صراحة أنا يعني مش أبلغ لما أقول إن الزراعة المصرية كلها فقدت أحد أبنائها اللي كان ليه باع طويل جدا في خدمة الناس بدون أي مقابل فربنا يرحمه ويتجاوز عنه ويدعل كل أعماله في ميزان حسنات إن شاء الله بالنسبة للتجاوز زي ما حارك قلت في المقدمة وحضرت جدا من الموضوع لقدر الله موضوع كورونا هو للأسف الأجواء كلها بسبب الانكسار الكبير في درجات الحرارة الفجائي والتزبز وما بين حرارة الليل والنهار ده بيكون فرصة للضعف المناعة والإمكانية إصابة بالانسلوانزة بالنزلات البرد وطبعا زي ما أنت قالت أي حاجة تقل المناعة بيبقى خطر في هذا الفتر فنفت أخذ بالها جدا جدا موضوع اللبس رقم واحد رقم اثنين اللي بيتأخر بالليل أو الصبح بدري لازم يكون لابت لبس شبه شيطوي مشاهد شيطوي كامل بس يبقى لأن بالنهار دافع شوية وبالليل فنفت خليب على ده النقطة الأولى للنقطة الثانية الملاحظ أن فيه تقلبات بلد تبقى عنيفة جدا في ظروف الطخس وخاصة كميات الأمطار غير المعهودة في الوقت ده من السنة لأن فصل الخريط من القصول المهنة اللي كان وظيفته أن ينقل الأجواء من الصيف شديد الحرارة إلى الشتاء البارد أو شديد البرودة تدريجيا بدون حدوث أي فجوات في المناخ اللي هي التقلبات في الطقس يعني ولكن اللي احنا شايفينه بسبب ظاهرة ما يسمى بتغير المناخ بدأ يبقى فيه تقلبات ما هو متوقع خلال الفترة الجاية اللي هي تخفى حالة عالم الاستقرار في الملأ جو بكرة فيه بعض الأمطار على مناطق الساحل الشمالي وشمال الدلكا وخاصة المطروح الأسكندرية جزء من شمال البحيرة غفر الشيخ دومياط وجزء برضو على شمال خيناء هنا فيه بعض الأمطار على آخر النهار الجمعة أو يوم السبت هل يبتدي تختفي حالة عالم الاستقرار الموجودة فيه التقس خلال هذه الفترة ما هو متوقع للدوء اللي جاي ان التقس يبتدي عود تدريجيا اللي هي التقس الخريف الطبيعي العادي درجة الحرارة النهارة بترفع شوية لازم مطر حالات ما فيهش أمطار بسبب الأمطار اللي نزلت الأيام اللي فاتت فيه بعض التوصيات المهمة اللي يجب على أخوات المزرعين ياخدوا بالهم منها وخاصة لو كان نزل كمية مطر كبيرة لزراعات الخضر بالتحديد الفراولة البطاطس الفاصولية البسلة النباتات دي كلها للأسف حساسة لزيادة المياه ورطوبة الأرضية حوالين النباتات فاجب ان المزارع لو شاف ان تمية مياه موجودة في الأرض وخاصة في الأراضي الإسلامية يعمل على تصفية المياه دي دي رقم واحد دي رقم اثنين لو المياه الطفل دي ده لكن الأرض كانت متشبعة بالرطوبة ممكن أستخدم سمات سوبر فوسفات محبب بمعدل مية وخمسين أو ميتين كيلو الفدان نفسها في بطان الخطوط وخاصة البسلة والبطاطس وبيض الخضار زراعات الأمح اللي لسه ما زرعش فممكن يزرع حباتي على الأرض اللي نزل عليها أمطار واللي زرع الفطرة دي يخلي بالكواس جدا لأنه لازم هيستخدم عالي بسفور بمجرد أن يطلع الأمح حتى لو صغير يرشب عالي بسفور مهمة جدا لأنه يحصل لقص بسفور والأوراق الأديمة يجب بالتسفور عشان يأخذ بالهم من دلوقتي دي تقريبا معظم التوصيات أو أهم التوصيات خلال الفترة دي يعني أنا بشكر حضرتك جدا دكتور محمد وإن شاء الله نتابع مع حضرتك آخر التطورات فيما تعلق بالأحوال الجوية ونصايح لأخواتنا المزارعين لمواجهة هذه الظروف وهذا التقس المتقلب بصورة كبيرة جدا شكرا جزيلا لدكتور محمد فهيم رئيس مركز المناخ بوزارة الزراعة والصلاحة والوزارات شكرا جزيلا لحضرتك الحقيقة موضوع تاني كلمنا فيه الأسبوع الماضي وهو يتعلق بمبادرة لشباب أولاد سلامة في محافظة سهاج هذه القرية تابعة لمركز المنشاء الحقيقة أطلقت مبادرة جميلة جدا من خلال الشباب الموجودين فيها بتجميل بلدنا المبادرة اسمها تجميل بلدنا وبتستهدف يعني تنظيف البلد وتجميل البلد وإعادة تشغيل بعض المصالح أو الأماكن الحكومية أو الخدمية المعطلة زي الوحدة الصحية زي مستشفى كانت معطلة من سنين طويلة والحقيقة احنا تبنينا هذه المبادرة في البرنامج بعتباري أننا يعني أحد أبناء هذه القرية أو المركز وتواصلت مع محافظة سهاج سيد الواء طارق الفئي والحقيقة هو رحب جدا بهذه المبادرة وتواصل بصورة سريعة جدا مع الشباب وطلب منهم تفاصيل أكتر عن المبادرة والمبادرة دي هدفها وكان فيه مكالمة بينه وبينه من حوالي ساعة تقريبا الحقيقة قال أن هذه المبادرة شيء مبهر جدا ويتمنى أننا نتوسع فيها خلال الفترة اللي جاية وندعمها بكثير المبادرات وعد كمان أنه هيلتقي هؤلاء الشباب أو هيزورهم في القرية خلال الفترة اللي جاية وهيساعدهم بكل اللي هم محتاجينه سواء المعدات سواء طبيب مقيم في الروحة الصحية سواء دعم لهذه الحملة في التطهير وتجميل القرية وكمان طالب أن يكون في نمازج تانية من هذه النمازج وإن شاء الله يكون معنا قريبا في حلقة من محافظة السواج إن شاء الله قريبا معنا موضوع تاني الحقيقة نحن كنا متبنيين أيضا وهو موضوع الطماطب 023 بزور كانت مغشوشة وتسببت لأضرار كبيرة جدا للمزرعين وهؤلاء المتضررين الحقيقة تقدموا ولجوا إلى القضاء ورفعوا دعاوة قضائية على الشركة المسؤولة والنهاردة كان في خبر عظيم جدا وأنهم حصلوا على حكم نهائي بأنهم بالتعويض أو غرامة 30 ألف جنيه في كل قضية لكل متضرر بالإضافة لحبس سنة مع إيقاف التنفيذ احنا معنا المهندس سيد حتاته هو أحد المتضررين ومتحدث باسمهم مهندس سيد زي حضرتك ربنا خليك يا رب في عجالة عاوزين نعرف من حضرتك إيه تفاصيل حكم المحكمة للنهاردة ورد فعل المزرعين والمتضررين علي إيه والله إن الصبر لله عز وجل يعني ربنا سخر لنا يعني بنشكر القضاء الشريف النبي المصري الذي انتصر اليوم لقضية يعني مئات المتضررين من غش بزور الطماطم الشهيرة لسنة 2018 وبنتوجل للسكر طبعا يعني القناة بتاعكم بتحديد لإما كانت أول قناة وأول برنامج برنامج منت يربح منت يزرع المليون عفوا كان أول يعني برنامج تناول القضية فبنقدم السكر لحضرتك وكل أداد برنامج شكرا لك شكرا لك شكرا لك يا شوانس المعاردة ربنا سبحانه وتعالى وفقنا وكان فيه انتصار يعني الحمد لله إن المحكمة أداني في الشركة بحث سنة زيما حداك تفضلت مع قناة تنفيذ عن كل قضية لعدد 284 قضية لا 274 قضية لأننا اللي عرفوا أنه 70 قضية اللي اتحكم فيهم حكم نهاي عم النهاردة فيه 70 وفيه إن شاء الله اللاحق بإذن الله تم تأييد الحكم غيابي لعدم حضور المستفق اللي كان عند أجم مذكرة لأسباب صحية وإن شاء الله يتم تأييد الحكم تاني يعني 30 ألف جنيه لكل مزارع تعويض 30 ألف جنيه غرامة يا فندم ويترتب عليه وجوب إن شاء الله التعويض ويحق لكل مزارع بإذن الله إنه يقوم برفع قضية دعوة مدنية أمام الخضاء المدني إن شاء الله كده الحق القانوني بإذن الله مضمون بإذن الله تعالى أنا أشكر حضرتك جدا أن حياة مهندس سيد أنا أشكر حضرتك وإن شاء الله يكون فيه لقاء أطول معنا علشان وقتنا شكرا جزيلا لحضرتك مهندس سيد حتات أحد المتضررين من طماطم أو بزور طماطم 23 ومتحدث باسم أولاء المتضررين من المزارعين إحنا هنطلع نشوف تقرير مهمة جدا عن طحالب سبيرولينا وده ضمن شغلنا في هذا الإطار وفي هذا الاستثمار الجديد نحن بنكشف كل جديد فيه بالنسبة لناس اللي حابة تستثمر فيه خاصة في ظل وجود تساؤلات كتير من شباب المستثمرين أو المستثمرين بصورة عامة للبعيدين عن القطاع الزراع أو في القطاع الزراع نشوف التقرير عن الاستثمار في هذا الجدوى الاقتصادية الاستثمار في تحالب سبيرولينا مع الدكتور أحمد حمزة والمهندس أحمد رمضان هنطلع وانشاء الله انتظروا الخامسة المقبل للتسعة مساء ومعكم شعبان بلال مشاهدين أهلا بكم مرة تانية في برنامج من سازرع المليون استكمالا لحادثنا عن استثمار جديد واستثمار وعد وهو الاستثمار في التحالب هنستكمل تقرير جديد وكلام جديد مع الدكتور أحمد حمزة وهو مدير تنفيذي بموقع أبو غالب بشركة نور الهدى دكتور أحمد أهلا بحضرتك أهلا بك فانم أهلا بحضرتك دكتور أحمد احنا اتكلمنا عن مراحل كثيرة في انتاج التحالب من بداية انشاء الصوبة حتى الانتاج والحصاد ثم الاستثمار فيه كمنتج بعد كده عاوزنا نعرف ان حضرتك بستنظرة عامة عن هذا الاستثمار هل الاستثمار في التحالب هو مجدي اقتصاديا بالنسبة لصاحب المشروع وبالنسبة للمستثمر ومقارنة لعملنا مقارنة بسيطة بين استثمار في التحالب بين مصر وبين الدول الأخرى كيف ترى هذا الاستثمار؟ بسم الله الرحمن الرحيم الاستثمار في التحالب استثمار من الاستثمارات قوي جدا لأن دورة رأس المال عندك في خلال أقل من سنة بترجع لك دورة رأس المال بشكل كامل فبالتالي بترجع بشكل شهر مجرد من سبعين لمائة يوم بتبدأ تعصل على العقد الاستثمار هل هو واحد في مصر أم لا لا هو واحد في مصر بالنسبة للدول الأخرى احنا عندنا جونا ربنا حبينا بجو مشمس طول السنة جو دافئ احنا الجو عندنا مناسب جدا لإنتاج التحالب طول العام عكس الدول تانية كل الدول الأوروبية لإنتاج التحالب بالنسبة لها بتحتاج انك بتحتاج انك تعمل عملية تدفئة بالتالي تكلفة عالية انتك تاقة بشكل أعلى لا أنا عند في مصر التحالب أنا بنتجها مجرد ان أنا ممكن استخدم ألواح تبريد ومروح شفط فبالتالي أنا بعمل عملية زي تبريد صحراوك لا أنا كده بقدران تكتول الصيف الشتاء ما بحتاجش تدفئة مجرد ان الغطاء البلاستيك اللي موجود للصوبة ده بيكون كافي جدا نوفر درجة حرارة من نسبة الانتاج أنا عندي انتاج طول العام ما بتوقفش تقريبا غير لمرحلة تجديد الخط أو حاجة زي كده بالنسبة لنقطة تانية هل الانتاج ده لو انتشر هيقل المكسب بتاو لا ده برض زي بعض حاجات تانية كتير زي الانتاج الجرينهاوس بشكل عام في بدايته في التمانينات كان استثمار عالي جدا حاليا انتاج يعتبر انتاج العائد منه بيتساوى مع الانتاج الأرض العادي سؤال اوضح يا دكتوري هل هذا الاستثمار عند انتشاره بين المصريين يعني عدد المشاريع فيه كتير جدا نظرة مستقبلية لي هل ممكن الاستثمار يكون غير مجدي اقتصاديا في المستقبل وفي مرحلة من المراحل في توسع في هذه المشروعات المتعلقة بانتاج التحالي في مصر ولا السوق اللي موجود بالفعل يكفي للمشاريع الحالية ومشاريع المستقبلية بصورة كبيرة جدا لا السوق الحالي في مصري لا ده سوق واعد سوق التحالب اولا على مستوى المحلي بدأت الناس تعرفها وبدأت الناس تتجه ان هي تأخذها كتغذية تكملية لفويدها بالنسبة ناحية التصناعية بدأ يظهر منتجات تصناعية ككريمات للبشرة وكمواد تصناعية لشامبوهات وكده بالنسبة الانتاج الزراعي بدأت التحالب تخش في عملية الانتاج ان انا منتج مخصبات زراعية فبالتالي الطلب بيزداد عليها بالنسبة الانتاج البشري لاستهلاك البشري الناس بدأت تعرف قيمة التحالب في اوروبا قيمة التحالب معروفة من بقالها فوق العشر سنين دخلك كمكمل غذائي في الاغذية المستخدمة احنا هنا بدأت تخش الناس بدأت تعرفها بشكل لسه في البداية بالنسبة الدولة زي ألمانيا بيعدل السلاج فيها 60 الف طن سنويا انتاج المحلي لا يتعدل 15 الف فبتستورد حوالي 45 الف طن سنويا حضرك لما بنتكلم ان الطن من 15 ل 25 الف دولار للطن الواحد فحضرك بتكلم في ارقام كبيرة جدا فبالتالي احنا لدينا فرصة كبيرة جدا احنا بدأنا بانتاج الشركة بدأت بانتاج 100 كيلو شهريا حاليا وصلنا ل3 طن والطلب بيزداد عندنا فبالتالي احنا محتاجين لسه انتاج سواء للتصدير او للتصنيع او الاستهلاك المحلي فهو كاستثمار لا هو استثمار وعد وعد على المدى البعيد كمان ولاس على المدى القريب يعني ده يعني ان كمان فرص الاستثمار فيه متاحة خلال المستقبل لا ان شاء الله متاحة واعتزداد الفرص مع ازدياد الوعي لاهمية الطحالب الناس اللي بتجرب الطحالب عايز يزدادوا الطلب عليها الانتاج لما بيزيد ده يقدل ممكن لما الانتاج ينتشر ونستخدم اساليب احدث في عملية الانتاج الانتاج هيزيد الاسعار بتاعتها هتبقى في مو تناول معظم الناس فبالتالي الطلب عايز يزيد عليها فبالتالي الاستثمار عايز يزيد عليها فده اللي انا متوقعه لفترة الجاية وربنا يصل لنا جميع الحال شكرا جزيلا حتى لك دكتور احنا فان تحت امرك فان شبفتون مرحلة ما بعد حصاد او انتاج طحالب اسبرولينا مع المهندس احمد رمضان وهو مهندس انتاج بموقع ابو غالب بشركة نور الهدى اهلا بحضرت بش مهندس انا ميك فاندي بش مهندس احمد يعني كلمنا في تقارير سابقة عن مرحل الانشاء عن مرحل الانتاج المرحلة دي بعد ما يتم حصاد طحالب اسبرولينا ايه المرحلة ما بعد الحصاد ما بعد الجمع تمام طبعا من اشهر الانتاج ان احنا بنسئل لها احنا ازاي بنطلع التحالب من البيئة المائية طبعا بعد بعد ما بنجمعها باحد طرق الجمع بنكون بتكون انتاج عبارة عن عاجينة الاستخدام بتاع الاسبرولينا عبارة ممكن يكون فريش او دراي ممكن يكون بشكل طازج او مجفف التكفيف بتاعنا بيكون عن طريق ان احنا بنعرض العاجينة الطازجة الى مجففات شمسية علشان تحافظ على العناصر الغذائية بنوفر القدر الكافي من الطاقة الحارية اللي احنا محتاجانها علشان ننزع الرطوبة من العاجينة فبتبع ان انا عندي الشكل البودر عندي بيكون اسهل في التخزين اسهل في عملية تداول النقل طبعا في ناس طبعا بتفضل الاستهلاك الطازج او الاستهلاك المكفف الاستهلاك الطازج طبعا بيدخل اكتر في عملية الاستخدامه مباشر ممكن يستخدم كزاي الصوس او خلافه على المائدة لكن استخدامه مجفف هو اللي احنا بنستدفه اكتر ان احنا نودي للقنوات البيع اللي بتستخدمه في عمليات اضافة القيمة زي المكملات الغذائية وممكن ان احنا نستخرج منه مركبات او اوصبغات او ممكن ندخل برضو في صناعة الاعلاف اذا كان عرض انتاج من البداية انتاج الاعلاف او المكملات الغذائية العدمية طب بشوانتس ايه ابرز المنتجات اللي بتنتج عنه يعني اللي موجودة في السوق وبالفعل تم انتاجها عن طحالب الاسبارولينا سواء مصحضر التجميل او مكملات غذائية او اعلاف وهل بيتم استخدامها على نطاق واسع في مصر ولا يعني على نطاق ضيق الحمد لله عندنا في شركة نوروهده كانت هي احد الشركات الرائدة في عملية الانتاج المنتجات هي مش بس انتاجة الطحالب الاسبارولينا هي انتاجة الطحالب الاسبارولينا واضفت علي القيمة في عملية انتاج المنتجات النتيجة عن الطحالب الاسبارولينا زي مثلا مستحتراط التجميل المقاومة لعرض الشيخوخة وتقعيد في الوجه والصابون والشامبو وانتاجنا برضو زي المكملات الغذائية في شكل الشاي الاسبارولينا فاحنا الحمد لله انتاجنا فعلا المنتجات الناتجة عن الاسبارولينا والحمد لله كان لها رواج كويس في منافذ بيع الشركة طب بالنسبة لهذا الاستثمار في الطحالب يعني هل ده منتشر بصورة عامة لو تكلمنا على استثمارات الطحالب هل ده مدى انتشاره في مصر مقارنة بدول العالم تاني وإيه أشهر دول العالم اللي يعني شهيرة بانتاج الطحالب ومتقدم في هذا المجال طبعا اولا لو هنتكلم على الانتاج في الدول الاخرى والدول وفي مصر هو طبعا فيه نقطة نحب نوطحها اكتر انه الاسبارولينا موجودة في البيئة بشكل طبيعي او ان احنا بنبدأ ان احنا نستزرع البيئة المطلوبة للاسبارولينا احنا هنا في مصر عندنا في مناطق فعلا لكن لسه الوعي بتاع الاستثمار في الاسبارولينا في التحالب في التحالب عموما لسه عندنا محتاجين اكتر توعية زي البرامج بتاعت حضرتك ان احنا نوعى اكتر الاصحاب القرار يستغلوا الطبيعة اللي عندنا احنا فعلا عندنا بحيرات فعلا في مصر فيها التحالب بشكل طبيعي لكن لسه الوعي عن الاستفادة من التحالب واستغلال الفرصة فيه بحيرات في افريقيا زي اوغندا وخلافو فيها تحالب الطحالب دي سمى يعني فيه ناس بتقول ان التحالب دي بكون سمى ونسبة سميات عالية فمدى الاستفادة منها بكون ضعيفة او مدى امكانية الاستفادة منها ضعيفة او غير اقتصاد التحالب طبعا اكيد في منها انواع ضر انواع نافع لكن انا بتكلم عن انواع نافع انواع نافع فعلا فيه بحيرات كاملة بتنتج مثلا تحلب معين زي الاسبيرولينا ففيه بحيرات فعلا الاسبيرولينا طبيعية في البيئة من دون اي تدخل عام البشري ايه اهم حاجة ممكن اهم حاجة في سلسلة انتاج تحلب اسبيرولينا او انتاج التحالب بصرمية ايه اهم حاجة ممكن الشخص اللي مقبل على هذا المشروع ياخدها في باله ويحزر منها او يهتم بها بزيادة طبعا هي الموضوع اشنوعا ما محتاج نوع من الفهم للتحلب ونوع من الجودة اهم حاجة عندي يكون نوع من الجودة في عملية الانتاج ان انا مثلا ابدأ استخدم سلالة عالية الانتاج سلالة محسنة من الطحلب اللي انا باستخدمه اه بابدأ ان انا استخدم مدخلات عالية الجودة في عملية الانتاج بابدأ ان انا دايما اراعي عملية المتابعة الجودة التحليلات بشكل دوري للحوض ابدأ ان انا ادخل بشكل مباشر لو حصل عندي اي تلوث في الحوض بحيث ان انا اعالج المشكلة بدري او ان انا اصلا ما يكونش عندي مشاكل ان شاء الله بان انا احط خطة لمنع اي المشاكل اللي انا ممكن اتعرض ليها فهو الموضوع بيكون عبارة عن خطة متكاملة من بداية الاستهداف السوق اللي انا استهدفه طبعا طبعا عرض انتاج من الطحلب يعني فيه طحالب معينة بتكون محتوى البروتين فيها عالي جدا فيه طحالب تانية محتوى الكاربوهيدرات هو العالي فانا بختار نوع الطحلب عن طريق نوع احتياج السوق ففي الاول بعمل في الاول بعمل دراسة تسويقية للسوق وده اللي موجودة عندنا في الشركة ببدأ ان انا استزرع نوع الطحلب وافهم في السوق السلالة الكويسة اللي بيطلع الانتاج المحسن من الكم والنوع طب اخر حاجة في سؤالنا هو ايه مدى الاستثمار او اقتصاديات الاستثمار في التحالب هل هي مربح اقتصاديا بالنسبة للقيم المضافة الخاصة بالموضوع ايه القيم المضافة اللي ممكن يعني الاستثمار في التحالب هل ليه قيم اضافية عالية عن اي استثمار زراعي تاني الاستثمار في التحالب استثمار واعد جدا وبيعمل على استرداد قيمة الاستثمار بشكل سريع الحمد لله لكن زي ما قلنا لازم في البداية ان احنا نعمل او ان احنا نصمم عملية الانتاج بالشكل المناسب ان احنا نبدأ ان احنا نشوف قناة التسويق نتابع عملية الانتاج علشان ان احنا نبدأ ان احنا لما ننتج بإذن الله يكون الانتاج في القناة التسويقية الصحيحة اللي نخلينا ان احنا نقدر نبيع المنتجات ديت بالسعر اللي يقدر ان هو يغطي تكلف الانتاج ويدينا العايد المرضي ان شاء الله العايد المرضي ده ممكن يكون لك بعد قدي او كم شهر من الانتاج ممكن استرداد راس المال تقريبا خلال من سنة الى سنة ونص ده استرداد راس المال وغير الربحية والربحية بعد سنة ونص بعد سنة ونص تقريبا انا بشكر حضرتك جدا مهندس احمد رمضان مهندس انتاج بموقع بطالب شركة نور الهدى شكرا جزيلا حضرتك مشاهدين شكرا جزيلا لكم تابعونا في برنامج من سازرع المليون وان شاء الله تقارير وحلقات ميدانية كتير خلال الفترة الجاية تابعونا في برنامج من سازرع المليون